رسمياً علقت دمشق للمرة الأولى على المحادثات الأخيرة الجارية بين الحكومة السورية والأكراد التعليق جاء على لسان نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقدهد الذي أعرب عن تفاؤله إزاء الحوار مع الجماعات الكردية التي تريد إبرم اتفاق سياسي مع دمشق في طري جهودها لدرئي هجوم تهدد به تركيا تكثفت اللقاءات والحوارات والتفاعل مع الأكراد وازدادت هذه اللقاءات في ضوء التحديات التي نواجهها في شمال سوريا في إطار الحفاظ على وحدة أرض وشعب سوريا المسؤول السوري وإن قال إن التجارب السابقة مع الجماعات الكردية لم تكن مشجعة فقد ذكر في الوقت نفسه أن الأمور أصبحت في خواتيمها إن الآن أصبحت الأمور في خواتيمها وإذا كان بعض الأكراد يدعي أنه جزء لا يتجزع من الدولة السورية وأنه ملتزم بوحدة أرض وشعب سوريا فهذه هي الظروف التي يطلب منهم فيها أن يؤكدوا على ذلك وأن ينفذوا على أرض الواقع تصريحة تأتي في ضوء تصاعد المخاوف مؤخرة من أن يشكل الانسحاب الأمريكي من سوريا فرصة لتركيا للانقضاض على وحدات حماية الشعب الكردية في الشمال السورية هذه المخاوف عززتها تصريحات لوزير الخارجية التركية جدد فيها التهديد بشن عملية عسكرية في الشمال السوري للقضاء على الوحدات الكردية اتخذنا الاحتياطات اللازمة لمنع التهديدات التي يفرضها تعزيز وحدات حماية الشعب الكردية وحزب العمال الكردستاني على الأراضي السورية لن نتردد أبدا في اتخاذ هذه الخطوات فرق الفرات تماما مثلما اتخذنا خطوات في عفرين تهديدات يقول متابعون إنها ستفاقم الخلف بين أنقرة وواشنطن وتطرح تساؤلات حول كيفية تنفيذ الولايات المتحدة تعهدها بحماية حلفائها الأكراد بعد الانسحاب الأمريكي